عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة لاستعراض إجراءات تعظيم تجارة الترانزيت وإعادة التصدير وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليا وذلك في إطار الاستفادة من المواني الموجودة ومواقعها المميزة كما أضاف رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيهات رئاسية بالتنصيق من أجل أن تكون مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات كما تم تشكيل لجنة معنية بهذا الملف لمتابعة الإجراءات الخاصة بتلك التجارة